السلام عليكم أفين كولومبوساتي كديري اللبس عليكم كسبنا تكونوا باخر والاخر وانتم ممكن تشوفوا هاد الفيديو تحشكم بزاف ورجعت لكم في فيديو قصص كيف ما طلوتوا مني والقصة ديال اليوم مكدبش عليكم بالنسبة لي اي معتدي كاعتدي علي شي حاجة اضعف منه سواء كانت حيوانات ولكنه دردي صغر كسبة لي هديك حقرة فكنت من نديم المعتدي الشعقة بيكون خيالي بكيدررني في خاطري هادك شي اللي كنقرأ اولي اللي كنسمع وليديك القصة اللي كنشوف فالقصة ديال اليوم تقريبا نفس الشي بشي القلوب بتاعيفة بدور القصة ما طولكم مش بزاه يلا بقوا معي موسيقى 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 البنت اللي كتشوفو في الصورة المعتدي دار فيها ما بغا تكرفس عليها بأبشعة طرق وفي التالي شنودار دبحها من لودن حتى لودن ورمها في الخلاق عند بالو انها ماتت شاءت الاقدار انه يكون العكس القصة بدأت بالتبط في 1990 في مدينة ديكانسن في ولاية تكساس لنكم هي جينيفر شويت اللي عمر ديلها 8 سنين طفلة اللي ما شاء الله عليها كلها حياة بقى صغيرة واللي كيميزها على كل اطفال انها تبارك الله عليها دكية كتاقل على التفاصيل إلين اللي هي الأم دي الجينيفر كانت هي المعين الوحيد دي العائلة بحكم الأب دي لها من فاصل على الأم دي لها ومعد نسرح عليه شي تفاصيل في القصة لكن الغياب دياله واضح في وسط من القصة لأن الوحيد دي الجينيفر هي اللي كانت تخدمه هزا بنتها كانوا كيسكنوا في واحد شقة صغيرة في واحد المنطقة اللي هي شعبية شوية وهم تمكي الكرار رخيص ولكن هاد المنطقة هادي كانت شوية خطيرة علاش لإن كانت معروفة بشوية اللادغوك شفارة الصداع ولكن هالكرارة كمعارفين غالي موك هي الوحيدة اللي خدام شي حاجة طبيعية انها دي تسكن في شقة اللي صغيرة على قدوم وتكون رخيص كما ذكرت لكم أنه جينيفر كانت طفلا اللي كتسول على التفاصيل كاملة يعني كسبغي تعرف بزاف ديال الحوائج وكسبغي تعمق في البحث ديالها زيادة لذلك أنه كان طفلا اللي كتخاف من ضلال يعني ما كتبغيش تنعس ويكون ضلال كني بزاف ديالة الناس مشغيرة لأطفال وهي وحدة منهم أنه ما كانش كسبغي دياله يكون طافي فكسبغي يكون شعب هذا كشي لاش أغلبية وقتها تكون نعس احدى ماماها الخوف ديالها كتتغلب عليها كتتنعس احدى ماماها كيكون وخير كنتو طافي المهم واحدة رح أساب الأمن النهار تسعود قوت الف وتسعمية وتمني وتسيني كان جينيفر نعس احدى الام ديالها كيما قاعد دريالي الصغار تكون فيهم كترة ديال الحركة وهذا شي أنا لحظة في الام ديالي وقاعد يتلاحظوا الأمهات لأن في شكت نعس احدها كتبغي صغير كيبقى كيتحرك كيضرب رجلي كيضرب يبدي زيادة على ذلك أنها بقدت كتعود معها وبقدت كتعود لها شي قصاص فأيلين كان غدى عندها الخدمة بكري يعني غضيت نوت صباح بكري غديت مشي للخدمة ديالها فما عندهاش الوقت أنها عاد تحاول مع بنتها أو لتعود لها قصة أو لشي حاجة بحل هاد القابل فقيت لها أيلين نودع جينيفر سيري لبيت ديالك سوى تقرأي قصاص ولا تنسي أنا رخصني الناس غدى عند ديال الخدمة داك شري دات جينيفر شات لبيت ديالها دخلات سدات الباب شعلت واحد الفيديوز اللي هي ضو ديالها خفيف وجود دات القصة اللي مولفكة تعود لأم ديالها كل ليلة وبدأت تقرأها حتى الدهى الناس طلع الصباح ونادت أهلين باش تفيق جينيفر باش تفطر هي وياها قبل ما تبشي الخدمة وتوصلها هيا كتفاجأ أنه جينيفر ما كيناش في البيت قات كتقلب عليها في وسط من الدار قات كتخيط عليها لكن ما كتجاوبهاش جينيفر جينيفر there was no sign of her any you know she was just gone جينيفر ما كيناش رجعت البيت الناس ديالها كتشوف كتقلب ما لقات حتى شي حاجة من غير أنها شافت أنه الشرجم ديال البيت ديال جينيفر محلول خرجت إيلين ديك الساعة للزنقة حلت الباب وبدأت كتعيد على جينيفر والو ما كيناش جينيفر ختفت ديك ساعة إيلين رجعت كتجري للدار هزة التليفون ديالها صونت على البوليس باش تخبرهم أن البنت ديالها ما كيناش وختفت مرهب شوية البوليس جاوب بدأوك يقلبوا معها عند بالهم أن البنت غتكون خرجت غير خرجت في الصباح بكري ما سمعت لأم ديالها هاتش اللي جايين البوليس في دماغهم كيقولوا أن البنت غتكون غير في بلاسة أمه بشيح وما كانت تلعب مع شي دراري وما شافت عش الأم من اللي قالوا هالهالبوليس لأم كانت كتصدر معهم وهي متأكدة أن البنت ديالها مش ديال هذه البسالات هذيك الساعة بالضبط بدأ البوليس في تعميق البحث وبدأوك يقلبوا عليها بطريقة اللي هي رسمية حتى من الجيرا تضمنوا مع الأم ديالها وحتى وما بدأوك يقلبوا في كل مناطق ديال ذاك الحي باش يشوفوا الجينيفر كي نفسي بلاسة اللي هي قريبة هلا هو عسى يعاونوا ويساعدوا البوليس وحتى الأم ديالها ويلقواها في أقرب وقت البوليس هنا بدأو تعميق البحث بدأو بالأم ديالها بحكم هي الشخص الوحيد اللي قريب لها فهذه الحالات هادو ملي كيكون اختفاء فكيقربوا لأكتر شخص قريب المختفي اللي كيعرف عليه أكتر تفاصيل من اللي بدأو كيسولوها وسمعت شي صوت وش حسات بشي حركة شفت شي دوشعل جاوبتهم أنها ما سمعت حتى شي حاجة وما كانت حتى شي حركة غير طبيعية في الدار اللي غدي تلفظ انتباه ديالها المشكلة الكبيرة أنا في ديالوقيتها مكنوش كاميرات يعني ما يقدوش أنه ما يقلبوا على شي كاميرا ويجبدو فيه نفر وليشوفوا التحرك ديالها ولا فين مشاء أنا بالضبط غدي يجي واحد الاتصال الشرطة اللي غدي يكون صادم اللي غدي يقول لهم فيه أنه كان واحد درر الصغير كيلعبوا في الغابة حتى كيتعكل واحد فيهم وكيطاح من اللي كينوض كيسحبوا أنه غير شي خشباء ولا شي حاجة اللي عكلته لكن من اللي يدار كيشوف الطفلة صغيرة اللي غارقة بالدم أنا الشرطة حسوا أن هاد الطفلة هادي بالضبط هي جينيفر لقلو الشرطة معصيرة الإسعى في العين المكان باش غدي يشوفوا الضحية اللي هي ديك الطفلة صغيرة اللي غارقة بالدم أول ندرى القوها عليها قالوا بأنها ماتت يعني الحالة ديالة كانت كاش قول أنها ماتت لكن قلبها واحد في الأطباء وأكد لهم أن النبض ديالها باقي ولكن ضعيف بزاف تم هزوها بواحد السرعة اللي هي فائقة وتم النقل ديالها للمستشفى باش تاخد العلاجات الله وعسى تعيش لأن مدام كين النبض فكي الأمل من اللي وصلوا سبيطار كل هم الأطباء اللي كيشوفوها كيقولوا أنها بصح أنه كين النبض ولا كي الأمل ضعيف فواحد من الأطباء يقلهم تقريبا هي في اللحظة الأخيرة ديال حياتها كيما كتشوفوها دلو الحمر في عينيها هو كيدل أن المعتدي قبل ما يعتدي إلى جنسين كان كيخنقها حتى الدرجة أن العيني ديالها يعني تكبت فيهم الدم هات شي من أمور مسألة الدبحة وحد الدبحة اللي هي من الودن حتى الودن اللي خلت الأطباء ديك الساعة كيقولوا أنه مستحيل هاد البنت الصغيرة أنها تعيش والجسم ديالها ضعيف لأنه يتحمل هات شي كامل اللي يدزع لها ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أنها تعيش هديك البنت أنها تستحمل كل ما دزع لها من ألم والدبيع واعتداء جنسي والضرب وتباتليلة كاملة في البرد ولكن عاشد وهنا الأطباء استغربو أمل ديالها كان في الدبحة لأن أمور ما دبحها هو ما وصل لهاش للأوعية اللي كانت صيل بالقلب يعني دبحها غير من الفق فكانت الدبحة ما غرقاش أما كو كان وصل لها كانت غادي تكون ماتت قبل ما يوصلوا لها فأمور هات شي مور ما وقفوا لها النازيف بدلوا لها الغرفة ديالها لأنها بدتك تتعافى وبدتك تسترجع الصحة ديالها حيدوها من المغرفة دي العينية المورك لكن المشكل هنا كان أن أي شخص يعني أي واحد من جنس دكرة يقرب لها سواء كان من البوليس ولا من الأطباء فهي ما كتقبلوش كتغوط بوحد طريقة اللي غير طبيعية ما كتتقبلش حتاش الجنس دكرة أنه يتقرب لها بصفة نهائية فهذه كل لحظة اضطرت الشرطة أنها تخلي الأم ديالها وسط بينهم وبين الطفلة باش يعرفوا أكتر معلومات ممكنة لكن هنا الصدمة غادي تكون أنها ما بقاش كتقدر تهدر تماما المشكل من اللي جو الأطباء ادخلوا ودروا لها الفحوصات عرفوا أنه المجرم من اللي كان كيد بحها قطع لها حتى الحيبال الصوتية ديالها فالبنت ما قدراش أنها تواصل مع الأم ديالها وتقول لها التفاصيل بفمها تم معه وثاني اضطروا البوليس أنهم يقول الأم ديالها أنها تعطي لبنت ورقة وستيلو ويخليوها تكتب أي معلومة بقى عقلة عليها أو أي دليل كي قد توصلهم المجرم اللي تكرفص عليها ودار فيها هاد الحالة هنا إيلين هادي تعطي ورقة وستيلو لجينيفر وغادي تخليها تكتب القصة بدات من اللي إيلين قات لجينيفر سيلي اللي بيتكتناسي خليني نرتاح غدان دي الخدمة كنت نعسح دا ماما وكان فركل وكان هادر معاها ماما مقدرش تسحملني بحكم لغدلي عندها الخدمة فقات لي نوضي سيلي ناسي في بيتك أنا نت حلية الببديل اللي بيت يالي شعلت دو اللي هو خفيف وجبت القصة اللي ملفكة تعودها لي يا ماما كل ليلة بديت كان قراها حتى ادتني عيني في واحد اللحظة كان حل عيني كان القراسي واحد سيد مع النقني وكي جريبية أنا بالخوف ديلي سوالتو لش كونتا فينها ماما ما جاوبنيش وبقى مكمل المجريبية ما جاوبنيش وبقى غادين ومكمل كي جريبية تخليل الطنوبيل وسد الطنوبيل وقلس في البلاسة اللي غيسوق فيها دي مارا وزد بالطنوبيل دار عندي قللي ما تخافيش أنا راني بوليسي وماما كهية تبعانا جينيفر كيف المسبق لي قلت لكم ما تركبوه مع التاشي واحد ما تتعرفوه ولكن ما ننسوش أنها طفلة وباقة صغيرة فتيقاتو من اللي قال لها راني أنا بوليسي ساق بي يوم شانيشة المدراسة اللي أنا كنقرى فيها باركت امه وقال لي شوفي القمر كيفاش زوين حضيه وبقى كتشوفي فيه هيا شوية وماما غادي تجي تم خرج حدا الطنوبيل هزبير رفيدي اللي حلها وبدأ يشربها ووش بتكره وشعله وبدأ كيكمي حتى سالهم طلع الطنوبيل وقال لي ماما بلية ما غادي شجي تسعة الثلاث يلا هنمشي وحنا تم دمار الطنوبيل وزاد وبلية غادي لجيها دي الخلاق بلية أن الطريقة طويلة والبلاسة كلها عمر بالغابات وخاكم الظلام عرفت أن ذلك البلاسة رهاء الغابة وحنا في الطريق وقال لي هكي كلها لكن فكرت أنه في المدرسة قلنا ما عمركم تدو شي حلوة ولا تاكلوا شي حاجة مع شي حد ما كتعرفوش تم أنا سولته قلت له إنت بوليسي وريني هذيك الشارة دي البوليس قال لي ما نقدرش نوريها لك وانا سوله قلت له إنت بوليسي فين هو المينوتو الفردي ديال قال لي ها هم اللور دوري شوفيهم جينيفر لأنها صغيرة طفلة بقى بريئة بكل نية تاقس بشنو قال لي قال لي رهما اللور دوري شوفيهم دارت بش شوفهم فتم غديبان الوحش اللي فوسط منه شده وقجه بكل قوة دياله ديك يحيد لحويجها وتم جينيفر فقدات الواعي دياله وموقعت شحق لأش ندافيها ويا كتعاود ديس كتعاود الواعي ديالي وكي نحس بلي الجسم دياله كله كي يضرني مدك ديالية بحل لني تحس مش بلاصة عالية القلم اللي كان فيها ما كونش كنت قد نستحمله بقي كان حلعيني بشوية بشوية بغيت نغوز باش الناس يجي ويعتقوني ولكن الصوت ديالي ما كان كيطلع بغيت نهضر ولكن ما كيقدرش يخرج صوت ديالي المجرم في هذه اللحظة مور مدبح جينيفر حشافه 8 ربيع في جينبو حتشجرة في الغابة ومأكد وكله تيقى في نفسه انها ميتة ستونوبيل توضي مرومشا وخلاها توجه الماصير ديالها اللي هو الموت في هذه اللحظة جينيفر سمعات الباب انه كيتسد وان التونوبيل غادية تم جينيفر لكن في دقيقة لكي تحسب رصها تغيب يجيش ينملو وكتقرصها وتعاود ترجع الوعي ديالها بقات على نفس هذه الحالة حتى تطلع الصباح جوح الدراري الصغار تم يلابو في الغابة يلعبو بالقورة ومعهم وحد الكليب يلواحد فيهم كل دقيقة يمشي ذاك الكلب جينيفر ويبقى الحسلة في وجهها يمشي يجري ويجري ويجري عند الدراري ويبقى ينبح عاود نفس شي يتكرر مرة وجوجه ثلاثة بحل الكلب يريد أنه كان شي من تحت الخش حدا هذه الشجرة ولكن الدراري صغار مفهمو شوية واحد من الدراري يلعب حتى يتاكل ويطيح يسحب أنه غير الشجر ديال الشجرة هو اللي تم مشي جرين الأبوين دياله ويغوط قلها لهم وعيط البوليس في هذه لحظة جينيفر بدأت توصف البوليس اللي خطفها ويعطيهم تفاصيل صغيرة ودقيقة وخصغيرة ربما تنسو لأنني قلق لكم دكية ويعط على التفاصيل تم جابه الرسام ويخير جينيفر في اللوحات اللي جاب معاه يقول لها شوف العينين اللي قرب لها المجري شوف النيف اللي يشبه له شوية شوف الدور الوجه اللي قريبة لوجه دياله هكا باش هو يقدر يكون واحد صورة ويرسمها صورة يعني تقريبية للمجري اللي قام به هذا الفعل في هذه اللحظة جينيفر بدأت تختار وفي نفس الوقت الرسم رح كيف 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 هنا وصلوا لها الصورة هذي اللي من بعد سينين غادي يكتشفوا انها صورة طبق الاصل على المجري اللي اعتدى لجينيفر جينيفر ما شاء الله دكية بزاف قت عقلة على التفاصيل ديال وجهه وعلى واحد الوشم وحتى الشكل ديالو وشنو مرسوم فيه حتى من نوع ديال قت عقلة اللي اللي كان مالبور وحتى الاسم ديالو عقلات عليه وكان الاسم دينيز مهم هذي الصورة اللي رسمها وعرضو على القنوات كاملين وقالوا بان هذي المجري مره مطلوب واللي شافو يتصل باقرب مغفر ديال الشرط هنسي ما قلت لكم انها بقى عقلة على اللون ديال السيارة وحتى النوع ديال الباس اللي كان اللي قدر يقرب هذي المجري الخاطر اللي اللي مازال مالقاوش شنو سيقوم في ديال البلاس اللقوا الطرف ديال توب صغير بين انه طرف من الحوايج ديال دينيز اللي هو المجري لكن للأسف خلقوا طرف ديال الحوايج وعرفوا اسمي دينيز وعرفوا بزاف ديال تفاصيل وحطوا صور ديال ونشوها في كل القنوات الفضائية لكن ما وصلولوش مالقاوش بدأت شهور ودأت سنين وتدات القضية وبدأت جينيفر هناك تسترجع الصحة ديال وسترجع الصوت ديال وخقال الأطب بأنه مستحيل أنه يرجع لها لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى كل شي ممكن رجعت جينيفر كتقرى بشي دائي تانوي والجامعة 2008 جاء جينيفر واحد الاتصال من المحقق اللي يلا تعين في الكوميسارية الاسم دياله تيم كرومي تيم اللي عاود رجع كل ملفات اللي كانوا مقيدين ضد مجهول وقرههم كاملين واللي اترات فيها كتاب هي القصة ديال جينيفر داك شعلا التيم قرر أنه يتصل بجينيفر هذر معها وعاود لها قرر القصة دياله اترات فيه تيم مواعد جينيفر وقال لها باللي انا غادي ندير القصة ديالك من الاولويات ديالي القصة ديالك اترات فيه وغادي ندير كل مفجه دي انني لقى المجريم اللي تعدى لك ودار في هذر جينيفر فرحات ومقداتها فرحة كيفاش ما غادي تفرح واخيرا غادي تقدر تمنطق من اللي تكرفس عليها وتسبب لها في هذل حال تيم ارجع للطرف ديال التوب اللي تفكرتوا معايا اللي يلقاه في مصرح الجريمة من نهار اللي يلقاه جينيفر من اللي كانت عندها 8 سنين وكانت مدبوحات مما تيم قرر انه يطبق العدهين على الطرف ديال التوب عالله هو عاسي يطبق مع شي مجرم او لا يعرف ش كون هو مولح هذك الطرف ديال التوب بالضبط تركزوا معايا انه اخضوا منهم عام ديال البحوت عام وهم يحللوا فيه باش يعرفوا لدي ديال من اضعوا الحمد النووي اللي 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 عندهم اللي اللي تشد في الحبس اللي الاسم دياله دينيز براكفور تم بالضبط تيم استغرب على استغرب لانه دينيز هو الاسم اللي كان ذكراته جينيفر النهار اللي كانوا يحققوا معاها في سبيطار تم بالضبط تيم قال شكونا وها دينيز مشان الملفات وبدك يقلب في الملفات تلقى بي انه دينيز مجرم خاطر اللي تسبق لها انه تشد في قضية ديال الاختطاف ومحاولة اغتصاب وعتيدة على واحد البنت لدوز فيها 4 سنين ديال الحبس عام 1997 القضية التانية انه فيتعرف على شي بنت في شي بار في شي ليلة وكان حاول انه يتعدع لها وتشد فيها تم فيندخل البيانات دياله عند قاعدة ولكن كل هاد الجرائم اللي دار وهات السوابق اللي عنده هو مكان في ولاية اخرى ومكان عندهم حتى شي داليل على انه كان ساكن في ديال في الوقت اللي وقعت في هالجريمة عدير جينيفر وكما انا عارفين انه إلا ما كان ش داليل فهو مستحيل انه ملقي على القضل اما في نتيم كرومي بدك يقلب في يلقى انه في 1997 كان مذكرة توقيف باسم دينيز براكفور عمق اللي بحث من زيان وبدك يقلب على اي حاجة ولا اي داليل كيدل انه دينيز كان ساكن في ديال وقعت في ديال وقعت بحال شهادة سكنة ولا شي حاجة من هاد القابل كدل انه كان ساكن في ديال الفتا تم معرف انه كان جينيفر تعطيهم كل اذق التفاصيل على الوجه ديال بيني و بينكم العقل ديالي وقف من اذق التفاصيل اللي عقلت عليهم هاد المنت اللي صغيرة اللي تبارك الله عليها عقلها كان كبر من واحد كبير اللي تعقلي على نفس الثقة والوجه ديال وبالحرف اللي في زمارة تبارك الله عليها جاب 14 اكتوبر 2019 تصل الشرطة بجينيفر كيف سيقول لها الخبر اللي حيتها كامل و هي كتسنة ايا واخيرا لقوا القبض على دينيس براك فورد شدوا المحقيقين وبدوا معاه البحث هو مع رأسك يقول يمكن هذو غير غلطين ولا وقع شي مشكل وغال يتلقوني من بعد شدوا وصولوا وقالوا لي واش كتعرف شي بنت اسمها جينيفر شويد صراحة منكر قال ايه قالوا واش فيتلك تلقيتها منطقوا قال ايه قالوا عود من شوية عليها قال لهم لا هنا غادي تشوفوا تشجيل الحوار اللي ضار بينه وبين الشرطة فهذه لحظة جينيفر را كانت كتشوف اللقاء كامل حاضرة ولكن كانتشوف المحقق واش السؤال اللي هو شوية غريب قال لها تلقيت بها واش فيتها قدامك واش غادي تكون فخور بها وفي نفس اللحظة لك يسول واش بقى عيشة تلق المحقق قال ايه في ديك اللحظة نفاجر ببكاء شوفوا معي الفيديو ه bin هاه اش فول Blo bakayım dokład ديك ر個 اش لا قد ببكاء كنت محكوة بشأنها أنا أقوم بعمل هي محكوة هي محكوة أريد أن أخبرك أنها محكوة أريد أن أخبرك أنها محكوة في كل ساعة ستعرف بشأنه قاعدك شليدار قال شنو دار في البند قال كيف شكر فصاليها وكيف شداليها وهو كيت سنى المحكوة ماش حال من مرة حاول أنه ينتحر واعتقوه من محاولة انتحار كثيرة لأنه بينه وبين نفسه ما قدرش أنه يواجهها مور قاعدك شليدار فيها بدأت القصة يا جينيفر كالتعراف بدأوا الصحفة يهدرو عليها بدأوا الجرائط يهدرو عليها من المور ما تنسس مور سنين ومين نقلوز دينيز لواحد سجن فرادي باش ما ينتحرش يعني باش يبقى حي لأنه بصح بقاك يعاود وكيكرر أنه ينتحر ما قدرش أنه يواجه هذيك البنت ما قدرش أنه يواجهها واجه اللي يواجه عارف رأسه أنه الموت فضله حددو النهار دي المحاكمة وفي ديك اللحظة وجداد جينيفر واحد الخطاب طويل وعريض باش تقرع عليه النهار دي المحاكمة هذ الخطاب قالت فيه قاعدك شلي كان سنين وهو الداخل ديالها مكتوم وبغاد تسوله وبغاد تعاتبه في نفس الوقت وقبل الجلسة بشهر قليلة غادي يجيت يصال جينيفر من المحققتين اللي غادي يقول له وحد الخبر اللي ما عجبهاش اللي ما حملاتوش اللي هو أن دينيز قاه قدر أنه ينتحر ومات ما عجبهاش الحال علاش لأنها بغاد تتوقو من نفس المرار اللي عاشت فيه بغاد شوي يسمع الهضرال اللي هي قصحة من الفم ديال ديال الانسانة اللي هو كان عند باله ديال الطفلة أنه ماتت وقتلها وسرها داته معه مورما ما دينيز ودفنوه مشاتل عنده جينيفر وقراتل على القبر دياله هذك الرسالة والخطاب اللي كتبته من قلبها قراته عليه كامل واستسالت دارت عن الزوج دياله وسولاته قلت له شنو يبالك وزع ما يقدر يكون سماعاتش اللي قلت له رجلها بقى ساكت وكيشوف فيها وفهذه كل اللحظة بضبط فهذه تقرصها نملة وهي تم فهمات وعرفات وقالت مع نفسها أنه ما دم أن النملة قرصتني إلا أنه رسالة ووصلاته الهذرة اللي كنت بغى نقول لي زوجة جينيفر بالراجل اللي بغى شو بغاه رزقهم الله سبحانه وتعالى بأحسنها دياله في الحياة اللي هي الوليدات أعطاها بنية وبعد زادها وليد عيش السعادة الكاملة مع الأسرة دياله نساط الماضي الأليم لده وهنا ساعة القيصة ديال اليومة ولوصلتوا لها الدقيقة أعرفوا رسكم أنكم محققين كبار وكلوا مبوسات بمعنى الكلمة سألنا الفيديو وكتمنى أن يكون عجبكم اللي وصلتوا للتال هنا لكنت أول مرة تشوفوا قناتي متنسوش أنكم تشتركوا باش يوصلكم فيديوهات جاية غد يعجبكم إن شاء الله وإلا عجبكم الفيديو متنسوش أنكم ديروا جام باش الفيديو يطلع ويشوفوه أكتر عدد ممكن وتكبر عائلة شكراً بزاف لتتبع ديالكم شكراً على الحب ديالكم لأخذتكم إليها تلوا لي فرسكم تلقوا في فيديو جاي تكونوا بصحة وسلامة مع السلامة